أهلا بحضراتكم مرة تانية أحمد قبل ما نخش في كاس العالم والمجموعات عايزة نقش خمس ست دقيق في الخطي بتكلم عني الموضوع إنك إزاي تشتغل بشكل مميز عشان تبني منتخب قوي وإن إحنا العملية بتبقى بالنسبة لنا مكشوفة جدا لما بنشوف المنتخب الألماني بيختار ليب عنده 17 سنة لما بنشوف المنتخب الأسباني في ولد عنده لسه هيتم 17 سنة مع كاس العالم الأمور بتتصعب علينا إحنا بنحب الكرة ونفسنا نشوف بلدنا في أحسن من كده بكتير طبعا زي ما حضرتك قلت مع تهوالي القوائم إصدار المنتخبات الكبيرة القوائمها اللي دخل المونديال الظواهر بدأت تبقى أكثر وضوحا زي ما حضرتك بتقول كده بالضبط يا كابتان النموذج مثلا يوسفا موكوكو ده يوسفا موكوكو شارك في الدور الألماني مع دور تمود لأول مرة بعمره 15 سنة ويعني ماشي في الستاشر هو أصغر لها بيسجل في تاريخ البوندس ليجا يوسفا موكوكو دلوقتي بيدخل كاس العالم وعمره 17 وماشي في الـ 18 وبقاله احترافيا سنتين ونص مع دورتمونت وده يعني رقم يعني غير أنه رقم مرعب في أوروبا حتى أوروبا بيقوله أنه ده بديء صغير جدا بس مش ده اللي بقى يعني مش ده اللي بقى يعني مش ده اللي بقى يعني مش ده اللي استثناء دي قعدة بدري يطلع في عمر مشابه جافي يطلع في عمر مشابه في منتخب إسبانيا ودلوقتي الاتنين في 100% موجودين في المونديال النقطة كابت إنه في عمليات حتى أشققنا العرب في تولس وفي المغرب وفي الجزائر بدأوا يلتفتوا لها بتخلي اللعيب المهيأ أولا اللي موجود في أوروبا ويقدر أن أنت تبني عليه زي النمازج اللي حضراتكو بتعرضوها وأنا بحيى حضراتكو جدا على النمازج دي وبسط جدا فيه لعب منهم من ضم فعلا لمنتخب مصر وإن شاء الله في زيادة بس مثلا لما نشوف قيمة تونس قبل ما تعلن بشكل نهائي كان قدامهم واحد زي كريم رقيق عمر رقيق حمزة رفيعة أكتر من عشرين اسم مهيئين في أوروبا طلعين من بره تونس عشرين اسم طلعين من بره تونس والمدرب جلال القادري بيختار ما بينهم 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 والباقي كله من العناصر اللي هو بيعتمد عليها اللي بالنسبة لنا احنا بنسميها على ناصر الخبرة الاحتكاك ده مفيد للعب الاحتكاك ده مهم للعب احنا بنشوف مدارس زي ايطاليا مثلا يا كابتن في لعاب زي جنونتو مثلا طالع دلوقتي من نجوم ايطاليا هدف ايطاليا للسنة اللي فاتت كلها طالع بنفس الطريقة وجايبينه من الدور السويسري على سبيل المثال فهي دي النقط اللي بقول لحضرتك عليها يا كابتن موكوكو وبيدري وجافي كل دي نمازج لظاهرة للأسف احنا في مصر غير ان احنا مش ملتفتين لها فاحنا برضو انت انا عزا سألك سؤال تخيل احنا كده راحين كاس العالم تخيل احنا راحين كاس العالم وجي المدير الفني للمنتخب اختار لعيب ملعب شوالا مباراة دولية مع المنتخب المصري وكل خبراته الاحترافية سنتين وضموا في القائمة النهائية تخيل رد الفعل هيكون ايه هو رد الفعل يعني انا هقول لحضرتك على جزء طبعا انا برضو وبحيي حضرتك جدا في المقدمة حضرتك كلمت عن نقطة الثقافة عند المدربين نقطة الثقافة في المدربين نقطة ضي في منتهى الاهمية لانه مثلا النهاردة لعيب المنتخب البرازيلي اللي اسبق نيتو كان بيلوم تيتي انه هو استدعى مارتينيلي اللي هو متقلق رهيب في الدور الانجليزي مع ارسنال لانه محدش عارفه في البرازيل بيقول كده لانه هو طلع بدري على ارسنال فميعرفوهوش فكل ده يعني بغض النظر عن ان الطرح ده مش طرح عقلاني او مش طرح منطقي بس هو كان بينادي باستدعاء مين كان بينادي باستدعاء جابي جول اللي هو عنده 35 او 34 سنة ما اثبتش نجاح كبير في اوروبا يعني هي دي الفكرة انه فيه لفل ثقافة لازم يكون عند المدرب قبل ما يتك وده مش قصر على مصر بس اللي في مصر ومحزن بعض الشيء ان احنا عندنا قاعدة شعبية كبيرة بتمارس كرة القدم في سنة صغيرة نقطة دي مهمة جدا احنا شعب كبير 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 اطيافا يعني منحس الاطياف شعب كبير من نحيط نسيج الاجتماعي كل الناس بتلعب كرة يعني مش زي البرازيل مثلا الطبقة الارستقراطية مش مهيئة او انها تلعب كرة فتلاقي المواهب كلها في البسطاء احنا كل الناس بتلعب كرة في سنة صغيرة حاليا كمان في اخر 10 سنين بقت الاكاديميات بتاعت الاندية الاوروبية بتشوف مصر فاحنا عندنا قاعدة شعبية ونسيج اجتماع كبير مهيئة ان نلعب كرة بس بنسأل سؤالين السؤال الاولاني الشاب اللي بيتم اختياره من بين القاعدة الشعبية دي ويروح يلعب في اكاديميات الفرق بيبقى لعب كم ساعة كم ساعة يتعامل لعب احترافي قبل ما يبقى عنده 18 و 19 سنة اللي هو دلوقتي يبقى عمره متأخر للفريق الاول يعني الناس اللي بيقولك 19 سنة بيقولك ده متأخر اول ان يطلع فريق اول دلوقتي ما بيبقىش خات ساعة لعب احترافية ظاهير ايمن السيتي ظاهير ايسر السيتي او ايمن لعيب اسم موريكو لويس جوارديولا بقاله سنة بيقوله انت انت معايا وفي قايمتي وفي كل حاجة بسي تنزل ولا دقيقة انت هتتمرى مع الفريق الاول فقط لغير هحتاجك في اوقات الفرقة اتبا كسبان في 4-5 ما هيقول كده هو ما هيقوله فريقه لويس ده مثلا بيتدرب دلوقتي قدام منه مع كايل ووكر مع جوارو كانسيلو اللي اتنين ايدولز بالنسباله بيشوفهم كل يوم في التمرين بيستدعي معهم ايا دي النقطة يا جهة